السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن الجيش الذي صار يستفز بطريقة غير مسبوقة حول قضية الساحل والصحراء في عددها الأخير لشهر جويليا 2021 مجلة الجيش نشرت مقالاً في صفحتين تشاهدونه على الصورة يتحدث عن ما سماها حملات عقيمة ونتائجها مفضوحة وهذا المقال نشر كتعليق والتوقيع التحرير لم يذكروا الجهة التي كتبته معناها أن هذا المقال يتحدث عن مواقف للمؤسسة العسكرية الملاحظ في هذا المقال أن الجيش صار يستفز استفزاز كبير بقضية الساحل والصحراء وهذا الاستفزاز لا يليق بمؤسسة عسكرية عريقة إذا كنت أنت ما عندك حتى دور ريح تقوم به في الساحل والصحراء وإذا كان ما يقولونه بأنه هناك كذب وأن الجيش لن يذهب إلى منطقة الساحل والصحراء ولن يكون تحت قيادة فرنسية هناك كما تقولون فلماذا تستفزون بهذه الطريقة؟ عودتنا المؤسسة العسكرية أن الأمور لما تكون كذب تتجهلها تماما ولكن إذا اهتمت بهذا الموضوع وبهذه الطريقة تصدر عليه بيانات وتعلق عليه في الافتتاحيات وتكتب عليه مقال من صفحتين في جريدتها الرسمية وكذا 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 وبعد ذلك تجي وتقول لي أنه ممكن المواطن لا يصدر في هذا المقال لاحظنا أن أهم ما استفز المؤسسة العسكرية هو قضية أن الجيش سيذهب إلى منطقة الساحل والصحراء ورح يكون يقوم بدور تحت قيادة فرنسية قيادة أجنبية كما ذكر والأمر الثاني حول زيارة شنغريحة السرية شوف ركزوا على قضية زيارة شنغريحة السرية رغم أن الأخبار التي تم تداولها حقيقة المجلة فرنسية هي التي تحدثت عن هذا الموضوع زيارة سرية لشنغريحة وأمر الثاني هناك مصادر أخرى تحدثت أن الأمر يتعلق بجنرال آخر أرسله شنغريحة إلى باريس فيما يخص قضية الساحل والصحراء هم هذا متكل الموشعلي أبدا تجاهلوه وتردد كثيرا في شبكات تواصل اجتماعي ومنطرف المغردين ورحظنا أن المغردين استفزوا كثير المؤسسة العسكرية وظهر ذلك جليا من هذا المقال الذي جاء كرد فعل استفزازي بمعنى الكلمة المؤسسة غاضبة توزع في الاتهامات تشتم بطرق مختلفة في الأطراف الأخرى وما إلى ذلك من هذه الأمور استفزاز المؤسسة العسكرية ورد فعلها الذي يؤكد أن الذين أرادوا استفزازها نجحوا في هذا الاستفزاز يضع علامات استفهام على هذا الموضوع والموضوع واضح يا جماعة الدستور احدث فيه تغيير في مادة يسمح من كل جيش يقوم بمهم السلام قادر الجيش يخرج في مهمة حرب وتوضع تحت مهمة السلام كم من دولة ذهبت جيوشها وغزت دول وقالت بأنني ذهب بأنني أنشر الدموقراطية مثلما فعلت المتحدة في احتلالها العراق وكم من قوة عسكرية تتواجد في دول أجنبية هي في مهمة حرب والبل مهمة احتلال وتسميها مهمة حفظ سلام في إطار الأمم المتحدة وفي إطار العطر مختلفة هذا واضح إذن مجيش تقول لي بأن المادة تقول المهم أني أقوم بمهمة سلام لا الأساس في كله أنه سمح للجيش أن يقوم بمهام خارج الحدود هذه هي المشكلة أما تسمية هذه البعثات سهلة جدا ساهلة جدا ساهلة مهلة كم يقول أيضا اندفاع كاتب هذه السطور اندفع لدرجة أخرى أنه تحدث على واحد الأمر خطير من الذي يمنع الدولة الجزائرية أن تعلن بصفة ريسمية جهار نهار عن زيارة للفريق سعيد شنغريحة إلى فرنسا إن تمت فعلا هذه الزيارة وما يمنع الإليزي في حد ذاته أن يعلن عن هذه الزيارة على فكرة كم من زيارات أمنية لا يعلن عليها الإليزي وهذه الزيارة إذا كانت زيارة في إطار عسكري وزارة الدفاع الفرنسية هي متكفلة تتكفل بأمر الإعلان أو عدم الإعلان إذن ما عنده حتى علاقة بالإليزي وما يمنع الزيارات أيضا بين الطرفين خاصة وأنه سبق لرئيس أركان الجيش الفرنسية أن زار بلادنا والتقي بالسيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في شهر أفريل الماضي ربما فتاوى رشاد وتحليل الماك وسقطات المغردين تحرم وتجرم أي تقارب لجيشنا مع بقية جيوش العالم بينما تحلل وتبيح لنفسها زيارة حريم السلطان وهما يقصدوا فيها تركيا وهذا اللفظ هذا حريم السلطان يستعمل كثيرا من طرف الذباب الإلكتروني العسكري وجدار البكاء يقصدوا فيه اللي هنا الكيان الإسرائيلي ومنتجعات أمير المؤمنين ويقصدوا بها المغرب إذن تركيا الكيان الإسرائيلي المخزن المغربي إذن هذه هي يعني مؤسسة العسكرية هنا تتهجم على تركيا اللي هي حليفة إلى الآن إلى عبد المجيد تبول المهم أيضا أشوفوا لاحظوا أنهم يعطوا لرشاد الماك أكثر من حجمها حقيقة يعني فتاوى رشاد وين هم اللي في جماعة رشاد يصدروا في فتاوى ما شوفهم شيفتوا شفتهم يتحدثوا في السياسة نختلفوا معهم ولا نتفقوا معهم هذا شيء آخر بل أني أختلف معهم كثيرا أنا شخصيا ولا آخر كل واحد حر في موقفه ولكن ما تسميها فتاوى حابين يعطوا لها طابعة ديني ونخرى تحليل الماك وعليها ما هيش مواقف الماك وعليها ما هيش تحريض الماك تحليل وحالة تحليل مجر وإن كنتوا تقصدوا فيه التحليل جاية من الحلال هذا شيء آخر أما إذا كنتوا تقصدوا فيها تحليل من التحليل فالتحليل ليس مجر أنتم هنا راكم تدللوا في الماك في حين لرشاد راحت رضوها كما داعش ووجمع لها على كل حال أمر آخر لفت الانتباه في هذا المقال أنهم يتحدثوا على ما سموه مكهنة معابد الفتنة من هم مكهنة معابد الفتنة؟ بعضهم لا مؤهلات علمية ولا شيء أخلاقية ولا نضج سياسي يعني ناس هذا هو وصوروهم كما هك هذا طبق سواء في الداخل ولا في الخارج المطرودون من صفوف الجيش أمر الثاني تحدثوا عن المطرودين من صفوف الجيش منهم؟ من هم المطرودين من صفوف الجيش اللي يزعجوا في الجيش؟ ما كانش مطرود من صفوف الجيش تقصدوا فيي أنا ما كنتش مطرود من الجيش لم أطرد من الجيش الوطني الشعب وأيضا أنا محلل سياسي لاني مع هؤلاء ومع هؤلاء نحلل في وضع سياسي هذه الحقائق اللي تقول جاي ضدكم هذا شأنكم ما شو شأني أنا غدوة تتغير المعادلة لو جي وقاعي أخرى تكون في صلاحكم رايح نتحدث عليها حتى لو كانت في صلاحكم إذن لا أحسب لمن تكون في صالح المعطيات بقدر ما أنظر إلى الواقع اللي هو موجود فيه وتحدث عليها إذا جاي ضدكم ذنب ذنبكم وإذا جاي معاكم بصحتكم هذا هو إذا جاي ضد الحراك هذا شأن آخر ما نستنى نرضي حتى واحد وإذا جاي معاه أيضا بصحتكم هذه هي الحقيقة هذا هو التحليل بصفة حيالية أنا شخصيا غادرت الجيش بمحظ إرادتي وما رجعتش ما انتحرتش غادرت إذن لم أطرد وإذا تقصد هشام عبود هشام عبود أيضا استقال بمحظ إرادتي لم يطرد إذا كانت تذكر في أشخاص تقصد في أشخاص آخرين أنا الذين أعرفهم كلهم في الخارج وانتقدوا في النظام من العسكرين السابقين ولا واحد منهم أذم الضباط ولا واحد منهم مطرد وإذا كانت تسموه طرد كان يسمى إقالة كان اللي أقلتوهم رهم في الداخل تمت إقالتهم بدون وجه حق ما تسميش طرد بأي حق أنت تطرده ما تردتوش تمت إقالته تمت خروجه من المؤسسة العسكرية لسبب ما؟ هذا ما جيش تتباه به كأنه مطرد لأنه ملقاوش فرصة للمال وكذا وكذا الفاسدين الكبار والله ما أنا منهار اللي بديتنا في هذا المجال لم أجد واحد من الناس اللي خرجوا من المؤسسة العسكرية وغدروها وينتقدوا فيهم عندهم ملف تحفسها ها هو اللي عندهم ملف تحفسها في اليوم اللي تصدر هذه المجلة الأمين العام السابق لوزارة الدفاع يتم إدعو السجن إذن هؤلاء هم الفاسدين ما هو مش هذوم اللي خرجوا هذوم اللي خرجوا أغلبيتهم رفضوا الفساد رفضوا انتهاكات حقوق الإنسان كانت عندهم مواقف لا تتماشى مع القيادة تم اضطهادهم كين اللي سجنوهم وكين اللي خرجوهم بأوامر قضائية جائرة هذه وكين اللي خاض المؤسسة العسكرية بمحظ إرادت وديرين له تهمة الفرار إلى الخارج وتلاحقوهم بمذكرة توقيف هذوم إذن هذه حكاية فوتها وأيضا تحدثوا عن العصابة يشكلها بقايا الإرهابيين الفرين هذا كلام فاغ والعصابة اللي موجودة عندكم في الداخل اللي راكم ترجعوا فيهم وتدللوا فيهم هذا كما شفتوا هومز اللي قال عليهم قائد الأركان السابق قيد صالح أنهم عصابة وعندما قال هذا الكلام كان حذاء بجنبه بجنبه هذوم الجنرالات اللي راهم يتحكموا الآن في سلطة القرار وتكلمها في اجتماع كان حاضر فيها شنقريح كان يقول على هذو مع عصابات على شساكتها كنت توقف وتقوله سيادة الفريق ما كانش منها ما همش عصابة ما تقدرش تديرها في ذلك الوقت دلبد بل أنه شنقريحة كان يؤيد القايد صارح في كل كبيرة وصغيرة وكان يدخل عليه المكتب انتاعه ويحاول يحرضه يحاول يحرضه وهذه من الأشياء اللي حكاها ابو نويرا وراهم تمصوه باش ما يحكي والو واش كان يدور في المجالس هذه كان يحرض فيه على حركة الشعب يقول له هزهم الأحباس وضرب ضربها من حديد هو كان حبي يورطه وورط الجيش معاه ولكن في ذلك الوقت تفطنونهم بأنه لو كانت ورط الجيش في الدم راح تكون كارثة والآن مع الشنقريحة لو يخرج الجي الشعب بقوة كمثل ما كانوا من قبل راح تشوفو كيف شرح يتصرر فنها ويكفي هذه الدولة البوليسية اللي يقف وراها هو شخصية مش جهات أخرى إذن هذا المقال حملات عقيمة ونتائجها مفضوحة يسيء إلى المؤسرة العسكرية يسيء ساءة كبيرة المؤسرة العسكرية لا يجب أن تستفز إذا كان استفزها مغرد وهم تحدثوا عن المغردين في شبكات التواصل الاجتماعي وبذلك يؤكدون والكلام اللي وارد فيه يؤكدون بأن الذباب الإلكتروني ليتحدث على حرم السلطان والأشياء هذن في شبكات التواصل الاجتماعي يتابع لهم وقلت هاركم كم من مرة رهم يعطوه حتى العوامر للجنود وصف الضباط وكذا بيفتحوا حسابات كثيرة في شبكات التواصل الاجتماعي بش يتحجموا على الناس ويكفي هذا المقال اللي كتب بطريقة ذبابية من المفروض ألا يكون لو كانت المؤسرة العسكرية ومديرية الإصار والإعلام التوجيه فيها كفاءات كان من الممكن الرد على هؤلاء بطريقة أرقى بكثير ولكن هذا المقال لو كان جيت أنا رئيس تحر هذه المجلة والله لا نقبل أنه ينشر في صفحة فيسبوك مقربة من الجيش مش في مجلة بمقام مجلة الجيش وتاريخها العريق ليعرفوها كثير الناس نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله